اشتركوا في القناة الله تعالى التوفيق معاكم مستر حسام ابراهيم وفي حالة النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس التاني الباب التاني الجزء الاول كيميا للصف الاول السنوي هنشرح طريقة الوزن اي معادلة كيميائية معاها مفاتيح الحل ما تنساش وراء وقلم وكشكله الملاحظات وما تنساش تكتب التامي بتاعتنا في الكومنتات علشان يتم الرد عليك بلينك كل فيديو جديد نبدأ بسم الله ونتوكل على الله عشان نخش على وزن المعادلة لازم تفهم مني الجملة دي الكيميا عندنا عاملة زي اي لغة اي لغة انت بتدرسها بتتكون من حروف حروف الكيميا رموزها اللي هي رموز عناصرها والمجموعات الزرية والمجموعات الزرية اللي هي حروفها في الجدول ده الف بقى هوا طيب كلمتها اللي هي مركبات المركبات اللي احنا بنعملها كولوريدو السوديوم كولور حرف السوديوم حرف حروف مع بعض كونتلي كلمة اللي هي المركبات في الجميع طب الجمل اللي هي اللي ايه الله ينور عليك اللي هي المعادلات المعادلة اللي هي الجملة عشان مسلا تقول كلمة جملة بالعربي ماينفعش تقول لعبة الولد لعبة الولد الكرة ماينفعش اقول لعبة الولد الكرة غلط لازم اقول الكرة لانه مفعول به منصوب بالفتح نفس الكلام في معادلات الكيميا ليها وزن علشان تبقى جملة مفهومة بالنسبة للكيميا تعالى بقى نفهم ازاي نوزن المعادلة باسم لله تعالى ناخد انا بحب في الموازن المعادلات نطبق على طول يعني مش عاوز اشرح كتير بس عاوز بس المقدمة الاولانية ان اقول لك ان المعادلة بتتكون من بتتكون من من متفاعلات والنحية التانية بتكون نواتج وما بينهم سهم التفاعل بيكتب عليه شروط التفاعل طب ايه هي شروط التفاعل دي شروط التفاعل دي يا اما تكون حرارة وبنعملها بالمثلث ده يا اما ضغط ورمز وبي بريجر يا اما كاتاليست اللي هو عامل حفاز يبقى بكتب على السهم حاجة من التلاتة دول على حسب التفاعل عاوز منك ايه؟ المتفاعلات بتاعتك على ايدك الشمالي النواتج على ايدك اليمين كلام جميل جدا السهم اللي انت شايفو ده طيب فيه اسهم تاني بس مش عليك بردو عشان بس اقولها لك عشان تبقى فاهم اللي هو يعني ان التجاه النواتج اقوى من المتفاعلات يعني بس انا مش عاوز اطول عليك خلينا في الاتنين المشروعون بالنسبة لك طيب ايه كمان؟ عاوز اقول لك ان فيه حاجات بتكتب تحت الرموز ايه هما؟ تسعب بتلاقي مثلا السوديوم اني ايه وتحتيه؟ الحالة الفيزيئية بتاعته الحالة الفيزيئية عندك خمسة يا اما يكون صلب برمزه بالرمز اس يا اما سائل يا اما غاز جي طيب جي اللي هو الغاز وعندك اقوس ايه كيو اللي هو المحلول ويه الفيبر اللي هو البخار يبقى هما دول الحالات الفيزيئية اللي بيتلاقيهم تحت المعادلة نخش بقى على وزن المعادلة ونطبق ونشوف هنوزن ازاي طعال نمسك المعادلتين دول المعادلة الاولانية دي معادلة تكوين النشادر معادلة تكوين النشادر زي ما انت شايف ادي المعادلة بالنسبة لك موزونة بس محطوط عليها الشروط التفاعل ادي الضغط والحرارة ودي العمل الحفاز ودي المتفاعلات ودي النواتب ودي السهل نايس ودن المعادلة هنعمل ايه نعمل زوم ونشوف هننفكر ازاي واحدة واحدة هبص على ايد الشمال كم نيتروجينة اتنين طلع كام واحد اكتب اتنين ما ارجعش بقى من هنا انت وقفت هنا توس توقف هنا مش انت اخر حاجة وقفت فيها هنا تمسك من هنا كم نيتروجينة اتنين كم نيتروجينة اتنين كم هايدروجينة اعرف ان الرقم اللي تحطه هنا بتضربه هنا عامل مشترك يبقى كم هايدروجينة متقولش تلاتة تقولي اتنين في تلتي بستة يبقى كم هيدروجين هنا ستة كم هيدروجين هنا اتنين عاوز الهيدروجين يبقى ستة اضرب في كام في تلاتة عشان يبقى تلاتة في اتنين بستة واتنين في تلاتة بستة وزن المعادلة خلص طب ما فهمتش خش علي بعده كم حديدة واحدة كم حديدة اتنين الله يبقى حط هنا كام اتنين اهو جميل جدا ما فيش مشكلة او انت قاعد بتمسك تقعد تجرب وتاخد وتدي مع المعادلة طيب اخش على الاكسوجينة يا اكسوجينة انت كم اكسوجينة اتنين بقاتي كام تلاتة امسك الرقمين اللي اضربهم في بعض اتنين في تلاتة بستة خلاص يبقى انا محتاج الجزء ده يبقى بستة والاكسوجينة دي تبقى بستة لو انا عاوز الاكسوجينة دي تبقى بستة يبقى هاضرب في كام في اتنين عشان يبقى اتنين في تلاتة بستة. وهضرب هنا في كام? في تلاتة عشان يبقى تلاتة في اتنين بستة. طب نرجع تاني. شوف بقى. كم حديدة? اتنين. طلع كام? ما تقولش اتنين. هتقول لي اتنين في اتنين يا مستر باربعة. يبقى هغير الاتنين دي واكتب اربعة. كم اكسوجينة? تلاتة في اتنين بستة يا مستر. اتنين في تلاتة بستة يا مستر المعادلة موزونة. واحدة كمان. المركب اللي قدامنا الكي انو او سري. ادعيني كي انو او تو او تو. نعمل زوم. نعمل زوم بسيط كده ونشوف الدني. بص يا سيدي بقى. انت بتروح تبص على المجموعة الزرية. من المجموعة الزرية هنا الانو او سري. طلع كام انو او تو. ركز معايا في الحركات دي. طلع كام اضرب في اتنين. كام بوتاسيام? اتنين بوتاسيام. طلع كام واحدة? احط اتنين. اوزن. اتنين بوتاسيام اتنين بوتاسيام. اتنين. كم نيتروجينة? اتنين في واحد. باتنين قد اتنين نيتروجينة. كام اكسوجينة? اتنين في تلاتة بستة. كام اكسوجينة? اتنين في اتنين باربعة واتنين ستة. اتوزنت المعادلة. واحدة تاني. واحدة تاني. تعال في الرقم تلاتة. اتش سري بي او سري. مجموعة زرية هي. طلع كام بي او فور? اربعة اضرب اربعة. الله دي جميلة جدا. يبقى اربعة في تلاتة هيدروجين. كم في كده? تلاتة في اربعة بكام? باثناشر هيدروجينة. يبقى هنا كده في اتناشر هيدروجينة. هنا في كم هيدروجينة? تلاتة وتلاتة. صح? ما انا لو ضربت هنا في تلاتة. تلاتة في تلاتة بكام? بتسعة. زائد تلاتة اتناشر هيدروجينة. يبقى 12 و 12 هيدروجين ايه موزونة. كم فوسفور بص كده اربعة فوسفور صح ولا ايه اهو تلاتة في واحد بتلاتة واحد اربعة موزونة. كم اكسوجينة تلاتة في اربعة باثناشر. كم اكسوجينة تلاتة في اربعة باثناشر. الحمدلله توزنت. زائد الهيدروجين يداني اف ايه مية. الملحوظة اللي ارتلك على الاولانية ان انت بتركز على المجموعة الزرية زي ما خدناها وطبقنا في المثالين اللي فاتوا. لو لقيت مية واكسوجين تعرف توزن المعادلة وانت مغمض عينك. كم اكسوجينة اربعة حطت اربعة جنب المية وانت مغمض عينك. اوزن بقى كم بقى حديدة? تلاتة تطلع تلاتة جنبها. تشوف الهنا حديدة تلاتة طلعها تلاتة. الاكسوجينة اربعة حطيت اربعة. كم هيدروجينة? اربعة في اتنين بكم? بتمانية. يبقى احط هنا كام? اربعة في اتنين عشان يبقى تمانية هيدروجين. تمام? كده المعادلة دي توزنت بكل بساطة. واحدة بوتاسيوم طلع اتنين. يبقى احط اتنين. سهلة هي? طيب. اتنين بوتاسيوم اتنين بوتاسيوم. بص بص اصباعي شغالين ازاي? اتنين يود. هنا واحدة يود احط اتنين يود. هتلاقي ان المعادلة اتوزنت. احسب ورايا ولو في اي حاجة اقولي. اللي بعده. اني ايه انو اسري? نطرات السوديوم مع حمض الكابريتيكي الداني الناتج. كم سوديوم? واحد. طلع كام? اتنين. احط اتنين. كم مجموعة نطرات? بص معي كده? مش دي النطرات انو اسري? طلع كام? انو اسري? يبقى تبصلها على انها حاجة واحدة. اتنين انو اسري? يبقى انا محتاج يبقى عندي اتنين انو اسري. انما لو كان انو اسري انو اوتو كنت ضربت في اتنين برضو. فاهم زي ما اخدنا في المثال. يلا اوزن تاني? اتنين سوديوم اتنين سوديوم. اتنين انو اسري اتنين انو اسري. اتنين هيدروجين اتنين هيدروجين. واحدة كابريتات واحدة كابريتات. اللي بعده. اني اسي اللي مع نطرات الفضة. ويدالي الناتج واحدة سوديوم واحدة سوديوم. واحدة كلور واحدة كلور. واحدة فضة واحدة فضة. واحدة نطرات واحدة نطرات. موزولة. لبعضه. اتنين سوديو يطلع اتنين. اهو. هل في اه 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 كم انا واحدة? طلع كم واحدة؟ جميل. كم فضة؟ واحدة. طلع كم هنا؟ اتنين احط اتنين كم النوسري اصبح؟ اتنين النوسري وده اتنين النوسري المعادلة موزونة ننخش على السؤال الاولاني بيقولك الـ NASL كلوريد السوديوم نعمل زوم اعوز اوزل المعادلة كلوريد السوديوم حمض الكابريتيك يداني كابريتات السوديوم وحمض الهيدروكلوريك هل انت عندك هنا السوديوم واحد طلع اتنين يبقى احط هنا اتنين ارجع ابدأ من هنا اتنين سوديوم اتنين سوديوم اتنين كلور واحدة كلور احط اتنين اخش على بعده كم هيدروجينا اتنين كم هيدروجينا اتنين كم كابريتات واحدة كابريتات السوفور وواحدة كابريتات السوفور المعادلة موزونة السؤال الثاني بقولك نطارات الفضة اللي هو AGN3 هنا ثاني كرومات البوتاسيوم اداني نطارات بوتاسيوم وساني كرومات الفضة. او كرومات الفضة. طيب. تعال نشوف كده. الفضة واحد تلعت واحد. بصي سبعين الاتنين شغالين. واحد تلعت كم علش? اتنين. يبقى كتب هنا كم? اتنين. طيب يلا اتنين فضة اتنين فضة. اتنين انه اسري. واحدة انه اسري احط هنا اتنين. ابسك من هنا. اتنين بوتاسيوم اتنين بوتاسيوم. كم كرومات سي ار تو او سيفن? واحدة سي ار تو او سيفن. تمام المعادلة موزولة. اللي بعده. الكي او اتش هيدروكسيد البوتاسيوم مع حمض الكابريتيك اداني كابريتات بوتاسيوم ومية. هنا واحدة بوتاسيوم اتنين بوتاسيوم. يبقى حط هنا اتنين. اتنين بوتاسيوم اتنين بوتاسيوم. كام اه اتنين او اتش صح? اتنين او اتش يبقى اتنين مية. بص بقى الحتة دي قلتلك في الفيديو الشرح التأسيسي رقم اتنين لما مسلا مسلا تلاقي مركب زي ده. اهو المعادلة دي. كم اكسوجينة اربعة. يبقى لازم المية تضرف اربعة. حلوة دي. طب هنا كم او اتش يا يا. انت تتضح ان انت عملت اتنين. يبقى لازم المية تطلع اتنين. خلي بالك من التككات دي هتسهل عليك جدا والله العظيم. اللي بعده اتنين بتاسة اتنين بتاسة. او اتش لقيتها اتنين اطلع اتنين مية. اوزين هتلاقي المعادلة موزونة. ازايت على شوف اتنين اكسوجينة. اتنين اكسوجينة و اربعة ستة اكسوجين. كم دول اربعة اكسوجين و اتنين في واحد باتنين ادي ستة اكسوجين موزونة. الهيدروجين ادي اتنين هيدروجين لان اتنين دي عامل مشترك. اتنين هيدروجين و اتنين هيدروجين اربعة هيدروجين. وهنا اربعة هيدروجين يبقى هنا اتنين و اتنين اربعة هيدروجين وهنا اتنين في اتنين باربعة هيدروج موزونة. الكابريتات واحدة طلعة واحدة. تمام? اللي بعده. الالمونيوم والاكسوجين. هنا الالمونيوم واحد طلع اتنين. فهو مكتب اتنين. انا واحدة واحدة هو. طيب كم اكسوجينة? اتنين. طلعة كام? تلاتة. طي الله ما لقينا هنا اتنين وهنا تلاتة. يبقى انا محتاجي اخلي ده ستة وجزء ده ستة. يبقى اضرب هنا في تلاتة. عشان يبقى تلاتة في اتنين بستة واضرب هنا في اتنين عشان يبقى اتنين في تلاتة بكام بستة اكسجين طب الله ده الامونيوم اتغير اتنين في اتنين باربعة يبقى بدل الاتنين دي اربعة السؤال اللي بعده الله ده هنا اربعة اكسجين وطلع لي كم مية يبقى اضرب في اربعة مية ايه ده اوزن كمها حديدة? تلاتة حديدة اكتب كام? اكتب تلاتة حديد. طيب نكبل الوزن. ادي تلاتة حديد تلاتة حديد. طيب هنا اربعة في اتنين بتمانية هيدروجين. ويبقى هنا بردو تمانية هيدروجين. تعالوا ناخد افكار تانية ونحل اكتر واكتر. وعاوز افكرك ان انا سايب لكم جمع لك الفيديوهات كلها بالترتيب في لنك واحد هتلاقيه في وصف الفيديو. هتلاقي الوصف ان انت تدوس على عنوان الفيديو هيزهر لك هتلاقي الفيديوهات متجمعة في لنك بالترتيب اللي فايتو حاجة او ناقصو حاجة يقدر يدوس على اللينك وهيلاقي كل الفيديوهات بالترتيب بازن الله. يلا نتوكل على الله بسم الله. قلت لك لما تشوف مركب زي ده? شو خشي على المجموعة الزرية? هنا المجموعة الزرية ايه? طلعة كام? اضرب في اتنين. اوزن كام بوتاسيوم اتنين تطلع اتنين. كام نيتروجينة? اتنين. طلعة اتنين. كام اكسوجينة? اتنين في تلاتة بستة? اتنين في اتنين باربعة. زايد اتنين ستة. موزونة. شفت التكة? طيب اللي بعده? إني ايه? زايد ايتش تو او. اداني إني او ايتش زايد ايتش تو. سوديو مميدة تفاعل يتفاعل اسمه تفاعل الفرقعة بسبب تصاعد غاز الهيدروجين يشتعل بفرقعة طيب ايه اللي بيحصل هنا كم سوديو واحدة واحدة تمام بص كده كم هيدروجينة هنا اتنين طلعة كام تلاتة طلعة كام تلاتة طب لو انا ضربت هنا في اتنين وهنا في اتنين يبقى اتنين في اتنين ايه اتنين في اتنين باربعة هيدروجين وهنا اتنين في واحد باتنين واتنين اربعة هيدروجين طب هنا بقى اصبح كم سوديوم اتنين سوديوم احط اتنين بص كده على حاجة مش انت اصلا المفروض ان اله تو او دي كان اصلها او اتش و اتش السوديوم خد لايه الو اتش مادلنا هنتعلمه ان شاء الله في الحلقة التالتة في الفيديو التأسيس كيفية تكوين المعادي اتكون ان ايه او اتش تلعت ايه طب والاتش دي ما نفعش تطلع لوحدها امتي دربتها في كام في اتنين يبقى تدرب في اتنين في اتنين في اتنين السؤال اللي بعده اف اي سري او فور زايد هيدروجين اف اي و مية قلتلك لما يبقى تلاقي في الناتج مية قلتلك لما باكتب كده لما الاقي في الناتج مية اروح ابص على الاكسوجين كم اكسوجينة اربعة ادرب في اربعة وانت مغمض عينك طب لو لقيت او اتش هنا شوف كم او اتش واضربها هنا هتا تعرف دلوقتي مثال زي ما حلنا اعتقد قبل قبل في اللامسلة اللي قبل كده طيب اوزن الحديد كم حديدة هنا تلاتة طلعة كم واحدة اضرب في تلاتة طيب كم هيدروجين هنا اربعة في اتنين بتمانية يبقى اضرب هنا اربعة في اتنين بتمانية كده المعادلات وزنت طيب اللي بعده ام ان و او تو ز своих ادوات مية وام ن سيل تو زاد سيل تو لك لما تلاقي مية في النواتج روح دور على الاكسوجين كم اكسوجينة اتنين اضرب في اتنين كم منجنيزة واحدة طلعة واحدة كم هنا واحدة طلعة كم هنا اربعة كلور يبقى اضرب هنا في كام اضرب ف اربعة عشان هناlaughs اύ ربعه وهنا اتنين في اتنين باربع موزونة المعادلة مفهش اي مشاكل اللي بعده KMNO4 زائد حمض الكابريتيك كابريتات بوتاسيوم والناتج تعال تشوف هانيوزينها ازاي امسك البوتاسيوم البوتاسيوم هنا كام واحدة طلعه كام اتنين حط اتنين ويا شاء القدر ان المعادلة تبقى موزونة ياه سبحان الله اتنين بوتاسيوم اتنين بوتاسيوم اتنين مانجانيز اتنين مانجانيز اتنين فاربعة بتمانية اكسوجين واربعة اتنجر اكسوجين ادي اهو كام اكسوجين هنا اربعة وهنا سبعة حداشر وواحدة اتناشر كام هيدروجينة اتنين طلعه اتنين كام طالفيت كام كابريتات اس او فور طلع اس او فور اللي بعده بيقولك نطرات الرصاص بس انا في حاجة اعاوز اقولها في المعادلة اللي قبلها يا مستر طب مش هنا في مية وهنا في اكسوجين انا ممكن اكتب هنا اربعة واوزن المعادلة اقولك بص هنا الام منو او تو معاها حمض يعني اتش سي ال هنا الاف اس رو فور معا اتش تو مفيش يعني مفيش اكسوجين في الاتنين هنا يعني اقصد لما تشوف مية وهنا في اكسوجين واحد ده اللي تقدر تتحكم فيه انما هنا بص فبالتالي هنا لا توقف بقى وقفة توزن عادي ما تبعد عن المية اوزنها في الاخر وصلت الفكرة يعني اقصد ان انا بديك طريقة ببسط فيها الدنيا يعني اقصد وزن المعادلة ده بتمسك وراء وقلم وتعب تجرب هذه Deutschealayla قال لها قواعدn بسيطة انما مش فيش Villكا هي دي الطريقة السابتة اللي بتوزن بيها خدها قاعدة لما تلاقي مية برا وفي هنا مراكب واحد في بس الاكسوجين امزك الاكسوجين اللي هنا وخلاص اوزن المية وانت مغمد عينك انما هنا المراكب هنا مية وهنا في اكسوجين وهنا في اكسوجين الله طب ان هاخد اوني اكسوجين ان شاء الله يا مستر ما هنا اربعة وهي هنا اربعة قلت لك لا لان اكسوجين ده كله مع بعضه هو بيتحسب مع بعضه تمانية اكسوجين هنا الاكسوجين كله اربعة فاهم الفكرة طيب اللي بعده بيقول لك هنا الرصاص بي بي انو او سري كل تو اداني اكسيد رصاص ودي الناتج نشوف هنعمل ايه قلت لك ركز على المجموعة الزرية دي اسمها ايه انو او سري هنا انو او تو 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 اضرف في اتنين اتنين رصاص ادي اتنين رصاص هنا اتنين رصاص كم نيتروجينة اتنين decent with l2 mضربة هنا ومضربة هنا والاتنين هي مضربة هنا ومضربة هنا اتنين نيتروجين والتنين نيتروجين بدأ هنا في اربع نيتروجين يبقى انا هكتب هنا اربع نيتروجين جميل كده ويشاء القدر هذه المعادلة توازن ازاي يا ماستر اضبط وشوف كم اكسوجينة 2 في 3 بي 6 وهنا مضربة في التلاتة دي 蒸ى مراكب عضوي يت出发ل من قربان حbeeldروجين لما باحره اكسوجين dueدني ماء والنزيرة كسب Title اتنين اضرب في اتنين. من هنا في كاربونتين. طيب كم هيدروجينة? خمسة وواحدة ستة هيدروجين عندي اتنين اضرب في تلاتة. كم اكسوجين هنا? تلاتة في واحد بتلاتة اتنين في اتنين باربعة يبقى هنا سبعة اكسوجين. طيب. ولما روح اشوف في الجزء اللي هنا هلاقي ان هنا خمس الاكسوجين هنا واحد وهنا اتنين اما اضرب في تلاتة. تلاتة اتنين بستة مع واحدة يبقى كام سبعة. اخر معادلة الاتش سري بو اسري تاني الناتج امسك المجموعة الزرية بي اسري طالعة بي او فور 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 اضرب اربعة. اربعة في تلاتة باتناشر. انت عندك هنا كام هيدروجينة تلاتة? وهنا تلاتة? لما اضرب هنا في تلاتة? تلاتة في تلاتة بكام? بتسعة. وهنا تلاتة? يبقى مجموحهم كام? اتناشر. طيب. الفوسفور كام فوسفور? اربعة في واحد لاني قلنا دي عمل مشترك. اربعة فوسفور. هنا كام فوسفور? تلاتة فوسفور واحدة فوسفور يبقى اربعة. يبقى اربعة واربعة موزونة يا مستر. يبقى والاكسوجين طيب. اربعة في تلاتة باتناشر. طب هنا تلاتة فاربعة باتناشر. موزون الاكسوجين والحمد لله. يا رب كده تكون استفدت حاجة من الواجب ده ووزن المعادلة حد يقدر يقول لي اسم المركب بي اتش سري داي يبقى برينس خدناه قبل كده وبكده قنكون خلصنا الجزء حلقة النهاردة يارب تكونوا استفدتوا حاجة ما تنساش تعملوا شيء اللي زمالي لكم علشان يستفادوا ما تنساش تعمل التم في الكومنتات ونضم اللي جربنا على الفيس كيمستري الحسام ما تنساش تعمل التم بتاعتنا وصلوا على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا